تمكن المهندس الكهربائي بافل تشيلين في قرية أوليانوفكا قرب مدينة بطرسبورغ الروسية من مد سكك حديدية خاصة بقريته وصنع قطار بخاري بخبراته الشخصية ودعم صديقه أهل القرية خلال ثماني سنوات وعمل تشيلين على مد هذه السكة بضع سنوات حيث بلغ طولها كيلومترات عدة ليستخدم في نقل البضائع والمعدات الثقيلة ترجمة نانسي قنقر